السلام البنات كنا نتمنى تكونوا بخير اليوم كما وعدكم في هذا الفيديو سوف نجيب لكم واحد ججاجة حسبية و سوف نوريكم كيفاش انها طريقة سهلة و سريعة لتنظيف الججاج كيفما كان الحجم سوف يتساليه في دقيقتين او في ثانية سهلة جدا 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 كيفما نشوف هنا البنات عندي هذا الكراطة صغيرة الخاصة بالججاج نحن هنا ارهاب وهذا عدد الماء سوف نعلاج المعدات كيف فضيف الماء و استخدموا صغيرة غير يضاء الخل يوم بهذا العمل يوم الضغط و جميع يزائج لعرفة الماء يوم الضغط و يوم الضغط و كيف نضغط الماء في البنات هذه هي الطريقة لكي نعرف بها مصطخة او مصطخة كما ترونها سوف نضيفها قدامكم سوف نجر طرق لكي تستعمل الكراطة هنا هي الطريقة للزكزاك هذه الطريقة للزكزاك نصحكم تعلمها جيدا هي احترافية قليلا ونستعمل الكراطة التي تستعملها لا تحرك الكراطة ونضيفها مع الجاجة فهذه الطريقة السهلة اسهل من الطريقة الأخرى التي ستظهرها كالتالي اذا اخوتي اخواتي هذه هي الطريقة الأولى طريقة الثانية هي انها كامل عادة كندوز بستروباخو عادي وكان ندوز بالراكا انتما قد شوفوا الماكي هود بوحد يعني كان هبطوا بالكراطة من الاعلى للاسفل من الاعلى للاسفل هذه طريقة تهيئة سريعة نقوله لكن الزكزك هي اسرع منها لجينا نشوفه وزعمه سوق رأي لها حيث هذه بعض المره الى ما انفطوش كمزيان الكراطة يبقى لكم واحد الخط لهو دي الحواشي دي الكراطة يبقى لكم في الوسط فلابقى لكم كدوزو علي في حالايدا وصافي فكما قد شوفوا البنات اذا بغن دوزول هاد البلاصة التحتانية اللي هي اللوح فاللوح كذلك بنفس في الماء والخل هنتم قد شوفوا كل شي كيبقى كيبريه يعني وكيتنظف وكنعرفوا الخل باللي انه يقتل الميكروبات وخصوصا في هذا عصر الوباء على فكرة فانا كنرفع الكفوفي لله سبحانه وتعالى وكندعي ان الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء والحمد لله لدينا بالنصائح اللي يقولوننا فانا نخرجوا مننا بسلام ان شاء الله وانا ندروا الكمامات ونخرجوا بعرض ضرورة ان شاء الله وكل شي غيفوت بخير وعلى خير كما كتوفوا أخوتي هنا هانا ذلك الكراطة تهيئة في هذه البلاصة لا تكون بلاصة مسموحة ليندوز الكراطة فهو احسن الكراطة احسن هذه الكراطة باستعمال التنظيف والزاج واللوح الى اخره فانتم الكراطة لماذا اسهلوا مدرع 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 درنام بقوة الحكام كندروا الكراطة في حلقة وصافي كما تشوفوها امام عيونكم هانا سنخدمنا بالكراطة وبالخلشو في التدوزة الأولى ركيبا باللوح باللي في حالة كيبريه الحمد لله غيب الماء والخل فانا عنا نكمل على هذا التنظيف هذا البلاصة القرية فالتحت كذلك عندي اللوح وعندي ذاك القبطة اليد بالالومينيوم ماشي مشكلة كل شي انا كندوزه بالخل وانا يستعملت هات الخريقة هذي اللي عندي ديال التنظيف خاصة بالتنظيف فكندوز انا كمشته انا دوزتها في الماء والخل عصرتها بزيان وكندوز كيبقى البرياج وكيبقى كل شي كيشعل والحمد لله يعني غيب الماء والخلز نقدرون نخدمه في الدار ديالنبلا ما قوت شري هذي شري هذي شري الاخر شري الاخر انا دا باغد ان نوصل لكم هاد طرق بحكم انني عندي تجربة في التنظيف هنا في هاد البلاد وحسب عندي بزاف تجربة من هاد الناس هادو فاللي كنعرف ما انبخالشي اليكم تشي حاجة غنوريكم طرق سهلة اللي هي سهلة وبسيطة اذا هنت مكي مكتوفو فانني انا نضفت الجاج واللوح باسرع طريقة او هنتم ثاد كا يعني كان شي حاجة ديال او ديال خلق تهيا كان ديال انا اغلب الماء والخل وكندوز بدك الكرخريقة وثانnn هادو صافي ينتم كل شي قبقى كبري أنتم كما كانت شوفو اخواتاتي باقا ان شاء الله سنزيدكم افكار في التنظيف سريعه واذا يعني بلا ما تبقوا يعني سريعه اقتصادية وعند نتيجة زويونة يعني ماشي غير هذي عن جيون قنحوط لكم من طرف لا عن تجريبة عن تجريبة بحكم الوجود ديالي هنا بإسبانيا 30 عام ان شاء الله هذي نتكلم معكم في واحد الموضوع كذلك كل مرة أنا دائما عندي حديث ومغزل يعني ضروري نجيب واحد الموضوع باش نفيد أنا فكرت بلي الفيديو ديالي اللي غاي فيد عير واحد الفئة من الناس علش ما نديرش فيديو عفوا نفيد بيه جوج ديال الفئات يعني المرافض دار باش الطرق أبسل كل شيء إنسان كعرف دارو يدير الشغل كل شيء عنده طريقته ولكن احنا هي كنستفدو من طرق بعضياتنا فكنناخده دائما السهلة وكنناخده دائما اللي هي غادي تكون اقتصادية فأنا هذي نقرب لكم هاد شيء اقتصادي والسهل فاخوتي إخوتاتي وأنا كنكمل تنظيف دي هاد هاد البلاصة هذي هذي نقتنم الفرصة ونعود لكم على الموضوع اليوم اللي هو علش أو ما هو السبب اللي كيجعل المهاجرين اللي هما في اسبانيا كيهاجروا بدورهم لدولة دول أخرى أوروبية علش هذا هو الموضوع اليوم وانا عندي صراحة في المواضع ديالي السبب الحقيقي الحقيقي بلا لف بلا دوران السبب الحقيقي هو أنه في الدول الأخرى هاد الدول فرنسا بلجيكا والمانيا هذي ثلاثة دول كيبشيون لهم العرب السبب الآن الرئيسي بلا لف بلا دوران السبب الرئيسي عندي عقود السبب الرئيسي هو أن الناس كيقلبوا عليه يتخلصوا أحسن فين يستفدوا كتر فين يستفدوا عنده الوليدات خصو يقلبوا فين يستفدوا مثلا لان الوليدات كيتخلصوا مزيان الشوماج كين مزيان كيتخلصوا مزيان للتوكس اتخلصوا الكرة اذا كانت مغالس مزيان لقد قلت الاطقى و هو خلصتك الكرة كنت تتخلص الشوماج و يتخلصوا الكرة نفسك و سوف تتفقد منك بعدك يعتبرون لك الدار و يجبخذوا البحر على ما اسمعت في بلجيكا كنتبقى بالدار مع المدى الذي بتعطيه خطو هالك كنا من أسفن هنا في اسببانيا لا يمكنك أكثر في هذا الوقت اشتركوا في اشتركوا في القناة هذا هو الفيديو اليوم هذا هو الروتين اليوم هذه هي الاستفادة اليوم فكما ترى البنات هذا هو الشكل اخر هذه النهاية تنظيف هذه الفلاصة كتبري الحمد لله بالخلق لكم استفادة اخرى انا بقى كناتر برتينات و كلها نصائح ان شاء الله لان كل شيء تعرفين نقل بان كل شيء تعرفين نقل فالغزالة اليوم انا كنتظر تعليق اليوم التي تشجعني ردوا عليها وإحاولكم التنظيف بالخلق والماء ترجمة نانسي قنقر